تقص حار في عموم المناطق اليوم شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمنطقة الشرقية من المملكة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام وقد تؤدي هذه الحرارة لخروج القوارد والأفاعي من جخورها في أماكن التنزه والحضائق والغابات إذا ما تعرضنا لمكروه لا قدر الله ما العمل في هذا التقرير النحل في حال أنه قرستك النحلة يجب خلال ملقط أو يعني شيء معاقم نظيف أنه كتشيل الجزء اللي ظل لأنه عفكرة النحلة بتموت في المكان اللدغ فبيظل جزء منها أو الشوك بيظل منها هون هسا في حال أنه شلت بتحط كمادات باردة كمادات باردة عبارة عن بشكير فوقي وثلج مش ثلج على نفس المنطقة المصابة لأنه أنت هيك بتعمل حلق جريد وهذا يعني منزيد الطيم بله بصير فيه تورم راح راح ما راح بتروح عن المركز الصحي أو المستشفى وخلالها يعني منعطيك إبرة بصير تشيل التورم بتشيل الألم بلدغة العقرب بلدغة العقرب منغسل المكان بالماء والصوم بشكل نظيف وفوق المنطقة تقريبا بخمسة سانتي ربط جزئي مش بشكل قوي كثير عشان إحنا ما نمنع كمان الدورة الدموية ويصير فيه غير غرينة أو مشاكل أخرى بالجزء المصاب أغلب المناطق اللي بيصير فيها اللدغ هي الأطراف سواء العلوية أو السفلية لما بعد التنظيف وتنظيف ماء وصابون طبعا ونحط التورنيكيت اللي هي فوق الخمس سانتي من الجزء المصاب في أثناء نطلع على الدفاع المدني من رين عليهم نخلي ناس يبلغ ما نتحرك أبدا عشان ما ينتشر السم ما نشرب إشي فيه كافيين أو المشروبات الكحولية لأنها بتزيد من انتشار السم وهو بالدفاع المدني المنطقة المصابة تكون تحت إيش مستوى القلب يعني بشكل مائل موضوع الأفاعي وهو شيء يعني كثير ناس بتغلط فيه نغسل منطقة المصابة ما نلمسها غير هيك ما نحاول نحكها ما نحاول نربط عليها ما نعمل أي شيء أكثر خطأ بشوفه اللي هو عملية أنه بجرحوا المنطقة المصابة بصير يمص الدم ويتفوا إلى آخره وهذا حكي أصلا إحنا هيك منشر السم لمكان ثاني في ثم المريض الثاني وهي المنطقة أصلا سريع فيها إيش الإمتصاص يعني إحنا منكون هيك مريضين عندنا لا نخلي الموضوع زي ما هو بس ننظف مي وصابون ونبعدها زي ما حكيت عن مستوى القلب يعني نخليها نازلة عن مستوى القلب وهيك إحنا منكون فيدنا المريض ترجمة نانسي قنقر